وزير الداخلية التركي يشيد بهذه الجموع ويقول لهم أردغان أمانة لديكم هل ستحافظون عليها؟ هؤلاء بمئات الألاف مليون وسبعمائة ألف ردوا في نفس واحد سنحافظ على هذه الأمانة وسندعم أردغان ووعد وزير الداخلية بهذا الوعد أردغان الآن يتحدث عن أن هذا المشهد المهيب والعظيم لمدينة إسطنبول جعل هناك حالة من الرجفة حالة من الخوف لدى المعادين للدولة التركية وللعالم الإسلامي بالقطع لأن تركيا واحدة من كبريات دول العالم الإسلامي لأن تركيا الآن مع أردغان تدافع عن كثير من قضايا الأمة الإسلامية لأن تركيا الآن تربك القوى الدولية العالمية التي لا تريد الخير بالأمة الإسلامية صحف الأوروبية تتحدث عن أن أردغان يتسبب في حالة من الارتباك لحلف الناتو وأنه برحيل أردغان في حالة الارتباك تلك التي يصاب بها حلف الناتو جراء مواقف أردغان ستتبدد وستنتهي إذا ما قدم كليتشدار أغلو للحكم وهو ما جعل حتى الصحف البريطاني ديفيد هارست يقول بأن استقلالية القرار في تركيا ستكون في محل شك إذا ما وصل كليتشدار أغلو للحكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر